اعلن سعادة المستشار نواف عبدالله حمزة رئيس وهيئة التشريع والرأي القانوني المدير التنفيذي للانتخابة النيابية والبلدية 2022 ان الادارة التنفيذية للانتخابات تلقت 14.318 طلبا من المواطنين الراغبين في المشاركة بتنظيم الاستحقاق الانتخابي في 12 نوفمبر المقبل ويجسد هذا العدد الكبير من الطلبات خلال خمسة ايام فقط مدى تنامي روح العمل التطوعي ورسوخ ثقافة العطاء والاستعداد لخدمة الوطن مؤمنون بنهج العطاء وخدمة الوطن تطوعا كانوا بالامس في شتى ارجاء المملكة يلبون نداء البحرين للتخفيف من اثار جائحة كورونا والوقوف صفا واحدا لدرء الخطر عن الوطن وابنائه وهاهم اليوم يلبون النداء مرة اخرى للمشاركة في تنظيم الاستحقاق الانتخابي في شهر نوفمبر المقبل ليضيفوا انجازا جديدا لمسيرة فريق البحرين الحافلة بالانجازات الوطنية اربعة عشر الفا وثلاثمائة وثمانية عشر طلبا عدد طلبات المشاركة تطوعا في تنظيم الانتخابات المقبلة رقم تفخر به البحرين فهو يترجم ولاء ابناء البحرين واخلاصهم لمواصلة المسيرة في العمل التطوعي والارتقاء بمنجزات البلد اكثر فاكثر ويجسد هذا كله مدى تنامي روح العمل التطوعي ورسوخ ثقافة العطاء والاستعداد لخدمة الوطن والحفاظ على مكتسباته ضمن فريق البحرين وهي الروح المتجذرة في ابناء البحرين